الملايين بكت على فراقه في فاجعة أصابت الوسط الرياضي وجماهير كرة القدم في مصر والوطن العربي الغزال إبراهيم يوسف لن ننساك أبدا إبراهيم يوسف الملقب بالغزال من موليد الأول من يناير من عام 1959 بحي بابا بالجيزة وصنفه خبراء المستديرة كأفضل لاعب شغل مركز الليبرو في تاريخ الكرة المصرية وعلى الرغم من شغله مركز دفاعي داخل المستطيل الأخضر إلى أنه حقق جائزة أفضل لاعب في مصر خلال عدة مناسبات بالإضافة إلى الأهداف الغزيرة التي أمطر بها شباك منافس القلع البيضاء ومنتخب الفراعنة الغزال حصل على جائزة ثاني أفضل لاعب في قارة إفريقيا في عام 1984 والثالث في عام 1985 وهي الجائزة التي كانت تمنح بشكل رسمي بواسطة فرانس فوتبول كما اختيرت ضمن تشكيلة منتخب إفريقيا للقرن الماضي وحقق إبراهيم يوسف لقب الدوري مع الزمالك في عامي 1984 و 1988 كذلك كأس نصر في عام 1979 وعام 1988 كما عانق مع الفارس الأبيض لقب دوري أبطال إفريقيا في نسختين 1984 وعام 1986 بالإضافة إلى لقب الأفرو أسيوي في عام 1987 واستطاع الغزال الجمع بين الموهبة الكروية والأخلاق الرفيعة ليسكن ويتربع داخل قلوب عشاق وأنصار ميت عقبة كما خدم إبراهيم يوسف في جهاز الشرطة وحصل على رتبة لواء في مديرية أمن القاهرة بالإضافة إلى تولي عدة مناصب فنية وإدارية في الزمالك أبرزها عضوية مجلس الإدارة كذلك مدير الكرة واستيقظت جماهير الكرة المصرية بشتى ميولها في الثاني من شهر رمضان من عام 1434 هجريا الحادي عشر من يوليو من عام 2013 على فاجعة رحيل أسطورة الزمالك إبراهيم يوسف الغزال لن ننساك أبدا ستبقى ضحكتك الصافية حاضرة في خيالنا ومواقفك البطولية في حب وعشق الكيان الأبيض خالدة في قلوبنا على مدار الظهرة رحم الله الغزال الأسمر إبراهيم يوسف ما بعتبرش أنه الزمالك الحقيقة نادي طبيعي ونادي عادي ده كيان عايش جوالها إحنا كلنا بنتشرف به يعني إحنا لو عايزين ندز مالك حقه محتاجين سمين ترجمة نانسي قنقر